حكم حديث من كتم علما الجمع الله بالجامل من نار يوم القيامة لا يصح وقد تكتم علوم إن علمت ستضر أحيانا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال من قال لا إله إلا لا دخل الجنة أخذها أبو هريرة وجرى بها فكان أول من لقي عمر قال أبشر يا عمر من قال لا إله إلا لا دخل الجنة فضربه عمر ضربة أوقعته على الأرض أوقعته على الأرض فقام يجري إلى رسول الله قال فراكبني عمر يعني جرى عمر ورائي فقال ماذا فعلت به يا عمر قال يا رسول الله إني أخشى أن يتكل الناس قال عمر إذا لا تخبرهم يا أبو هريرة والنبي عليه الصلاة والسلام أسر إلى فاطمة ابنته بسر في مراد موته ولم تخبر به عائشة قال الرسول قالت عائشة كنا أزواج النبي جلوسا ومعنا فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادأ النبي وأصر إليها بحديث فبكت بكاء شديدا ثم أصر إليها بحديث آخر فضحكت فقلت سبحان الله ما أصرع اليوم ضحك بعد بكاء أسألك يا فاطمة ماذا أصر إليك الرسول قالت ما كنت لأفشة سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات أتيتها وقلت لا يا فاطمة أسألك بما لي عليك من الحق أن تخبريني بالذي أصر به النبي إليك فقد مات الرسول عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام قالت فاطمة أما المرة الأولى فقد أصر إلي أن جبريل كان يعرضني بالقرآن في كل عام مرة وأنه أردني بالقرآن في هذا العام مرتين وما أرى ذلك إلا لحضور أجلي فاتق الله واصبري نعم السلف أنا لك ومن المرة الثانية فأصر إلي أني أول أهل بيتي لحاقا به وأصر إلي في حديث آخر أني سيدة أهل الجنة فلذلك ضحكته وأيضا عزيفة بن اليمان كان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعلم الذي ينفع يبث والذي قد يفهم خطأ يؤجل إفهم الناس به قال علي حديث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله